محبا ملوي كده سريعا مع زميلنا مجدي الشربيني من هناك يطلعنا على اخر اخبار منتخبنا الوطني مجدي مسائل انوار اتفضل يا مجدي مسائل انوار عليك كابتن مدحة ومسائل انوار على كل مشاهدينك في كل مكان من ليلونجوي عاصمة ملوي هنا بالتحديد في فندق اقامة منتخبنا الوطني اللي كان على موعد مع رحلة شاكة تسع ساعات بدأت بمطار الكاهرة في حدود الساعة 12 بحضور السيد رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري واعضاء مجلس الادارة كابتن محمد بركات كابتن حازم امام وسيادة اللواء مشهور واتجهوا الى الطائرة في حدود الساعة الوحدة تم الاقلاع الى مطار اسوان للتزود بالوقود وفي العودة كمان كابتن مدحة هيتم الترانزيت في تنزانيا للتزود ايضا بالوقود مفيش بروتوكول ما بين مصر الطيران وما بين ملوي في التزود بهذا الشأن في كواليس الطائرة كانت هادئة جدا 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 جهاز الفني خد بعض من الوقت لمشاهدة بعض اللقطات عن اللقطات اللقطات اللي موجودة في منتخبنا في المباراة الاولى تمت مشاهدتها مع الجهاز الفني ثم التوجه الى مطار ملوي كان في استقبالهم السيد السفير محمد الشريف وكان هناك حافلتين حافلة استقلت اللعبين واخرى استقلت مجلس الادارة والجهاز الفني ثم اتجهوا الى غرفة غرفة الاقامة هدوء تام جدا وتركيز تام جدا ولكن الجماهير بعض الجماهير المصرية كانت موجودة في مطار ليلونجوي في استقبال نجوم منتخب مصر مع ان الحزن هنا شديد جدا بعدم موجود النجم الكبير محمد صلاح وايضا النجم الكبير الترزيجي والنجم الكبير النني مع غيابات ايضا محمد عبد المناء ويسر ابراهيم هذا كل الكواليس اللي كانت موجودة النهاردة هنا كابتن مدحة من ليلونجوي الى استاد مسال انوار اشكرك شكرا جزيلا يا مجدي شكرا جزيلا شكرا جزيلا ان شاء الله سنتابع خلال الايام القليلة القادمة باذن الله ان عندنا مفيش الا بكرة هنتابع بكرة ان شاء الله اخبار التدريب ايه بتاع المنتخب الوطني وان شاء الله يبقى بعد بكرة الخميس ساعة ستة مسام بتوقيت القايرة مباراتنا امام اتيوبيا ان شاء الله ناخد التلات نقاط ونعلو ونعتلي قمة مجموعتنا وهننهي ان شاء الله هذه المباريات باذن الله ونحن في قمة المجموعة كل ما في الامر ان احنا عايزين نشاهد منتخب نتفرج عليه ونقوم سعداء بصرف النظر عن المكسب ان شاء الله يحصل يعني لكن عايزين نقوم مبسوطين من منتخبنا الوطن اشتركوا في القناة